طبعاً أيضاً عايز أتكلم على خبر في سوفر كور إن النادي الآلي فتح الخط بالتعاقد والتفاوض مع باهر المحمدي لاع النادي الإسماعيلي تاني هقول لحضراتكم وهعيز نفيش أبداً أي أخبر صحيح نقدر نقوله لحضراتكم أو نأكده علشان نقول للآلي فتح خط معمين للكلام أو ما فتحش خط معمين للكلام كل الكلام ده عالي تماماً من الصحة اجتهادات تاني هقولها وعدها لكن باهر المحمدي أكيد لعب كبير والنادي الأهلي أكيد نادي كبير لكن في الوقت الحالي الأهلي مركز فقط في مباراة حرس الحدود في لقاءات أفريقيا اللي جاية وبالتالي خط دفاع النادي الأهلي بخير ما فيش فيه أي مشاكل مستروفايلر إيه طلباته الله أعلم لجنة التخطيط بتعمل إيه الله أعلم كل ده في نطاق السرية السرية المطلقة داخل جدران النادي الأهلي هل حضراتكم ده جديد عليكم هل ده جديد علينا ما اعتقدش نادي جديد علينا كلنا أن النادي الأهلي نعرف منه أو نعرف من خلال السوشال ميديا أي أخبار خاصة بالتعقدات النادي الأهلي أو الاستغناءات عن النادي الأهلي في فترة كده من الفترات كل موسم كان دايما تلاقي السوشال ميديا كلها تتكلم عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب فلاني لاعب طبعا مش مصري لكن كل موسم وكل موسم تعاقدات على السوشال ميديا نلاقي خبر ان الاهلي بيحاول التعاقد مع اللاعب الفلاني حتى حصلت بعض الصخرية الأخيرة من بعض الأشخاص أو بعض صفحات السوشال ميديا على الفيسبوك ان جه الوقت الرسمي اللي بنحتفل بيه بإشاعة أخبار تعاقد النادل الاهلي مع لاعب معين أو لاعب بعينه وبالتالي زي ما حضراتكم عارفين بقى خلاص السوشال ميديا بتكتب حاجات كتيرة جدا وبتكتبت في حاجات كتيرة جدا جدا لكن زي ما قلت لحضراتكم لا تلتفتوا يا جمهور الأهلي إلى كل ما يقال أو كل ما يتم إشاعته داخل السوشال ميديا وداخل المواقع الرياضية اللي موجودة على الناد زي ما قلت لحضراتكم يعني ما كانين بس موقع النادي الأهلي الرسمي وقناة النادي الأهلي الرسمية هم دول اللي حضراتكم تعرفوا منهم أي أخبار لكن أبداً لا يوجد أي اهتمام أو حتى فتح باب مفاوضات للتعاقد مع لاعب الكابتن باهر المحمدي طبعاً قيمته كبيرة جداً بيلعف نادي كبير نادي الإسماعيلي وأنا أعتقد أن النادي الأهلي لما يكون عايز يتعاقد مع لاعب بيروح للبيت من بابه زي ما بيعمل في أي صفقة من الصفقة